الجزء الثاني في المحاضرة بتاعتنا بيتكلم على الـ Ventilation والـ Air Cleaning System. احنا تكلمنا على الفيروس والخصائص بتاعته ودرجات الحرارة المطلوبة والـ Behavior بتاعته بتحرك ازاي والـ Infection بيحرك ازاي. طيب تكييف الهواء ده ممكن يبقى زي ما قلنا ممكن يبقى مصدر كويس وممكن يبقى مصدر ناقل للـ Infection. طيب الجزء بتاع المحاضرة ده هنقسم الى قسمين. جزء منه الـ Ventilation والجزء الثاني هيتكلم على الـ Filtration او زاي انظف الجو ده. فنبدأ على موضوع الـ Ventilation فزي ما شفنا ان الكورونا ده بيتحرك عن طريق الـ Airborne فبيتحرك في الهواء. وبالهواء التكييف بيسحبه. وبيروح على مكان التكييف وبعد كده يعمل له spreading تاني. في مناطق تانية ممكن تبقى بدل منطقة Localized بمنطقة مكان في Space اكتر. طيب. الـ Health Care Facility في كزا حاجة منها ان هنحاول نبعد عن الـ Direct Infection. الـ Direct Infection في الـ Health Care بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق الـ Health Care Workers جوه جوه المستشفى نفسهم. الممرضين. الممرضين دولا غلاء باباة. ممكن هم خدوا وزر نقل العدوى. وممكن كمان يجيلهم هم العدوى. فبيحاولوا يحافظوا على دي الـ Direct Contact من ما بين الـ Health Care Workers مع المرضى عن طريق Direct Contact فبيبعدوها. لكن الـ Indirect يعملوها ازاي؟ الـ Indirect اللي هي عن طريق الـ Airborne Transmission من خلال التكييف. نحاول ان احنا نحجز الفيروس ده او ما ننشروش. طيب. ايه هي الـ Schemes المعينة اللي محطوطة للـ Ventilation System عشان الـ Ventilation System ده يبقى effective يساعدني. اول الحاجة اسمها الـ Dilute Ventilation والـ Directional Flow والـ Personalized Ventilation والـ Source Capture Ventilation والـ Differential Room Pressurization. وبعد كده الـ Filtration System اللي هشتغل به ازاي؟ هتكلم في الاول على المجموعة الاولانية اللي هي تخص الـ Ventilation لغاية من الـ Dilution لغاية الـ Differential Room Pressurization. الـ Dilution هو عبارة عن ان انا بدخل الهواء نظيف من بره. والهواء ده بيدخل على الغرفة بتاعتي دي. فبيعمل لها Dilution. وبعد كده بعمل الـ Infected Air. الـ Dilution ده يتم عن طريق حاجتين. يا Single Pass يا Recirculation Single Pass ان انا ببقى داخل الهواء على الـ Space وبعد كده 100% بطرده بره. ده سمو Single Pass. دخل وخرج. طيب. هو عبارة عن يأمن هوا جاي من بره مباشرة في Central System و Sublight بره. أو عبارة عن 100% من Supply Air للـ Room بيبقى Exhausted أو داريت نرجع تالي. أو عندي 100% Exhaust ده. انا بعمله recommendation الجزء الخرج ده. الـ Exhaust ده. في الـ Isolation Room الحيطة اللي فيها Infection عالي. بحاول خليه كله يبقى ايه. ده بسميه كنتمانية دقيرة وترده كله الى بره. أو recirculation المكان النفسه. الـ Infected نفسه. صحيح المكان بقى contaminated شوية. أو بقى يخوف شوية. لان انا برجع الهوى تاني. لكن طبعا عشان ارجعه. برجعه عن طريق هيبا فلتر. وبترده. بترد منه جزء. ودخل بداله. في مكان ما. ودخل مكان. فريش اير تاني عوض. هذا الاكزوست اللي انا اراميته. وده. بيوصلني الى حاجة. انك انت لما بتكون مثلا في منطقة عايزين يحولوها دلوقتي في بعض الماكن. عايزين يحولوا المستشفيات العادية يحولوها الى مستشفيات لمعالجة الموضوع دوا بتاع الكورونا. الكلام ده. مانفعش مظبوط ليه. لان انا كمية الهوى اللي انا مدخله فريش اير جوه. بتاع الغرفة بتاع الاعيان. محدودة جدا. ما تقدرش تعملي. بروبر داي اليوشن. طب الحل ايه. مش عمش اقدر اغير السيستم. حل بتاعي ان انا. ممكن احط سيستم زي ده كده. اللي هو بيعمل. او اللي خليني للسيستم اللي قبله وريني الصور اللي قبلها. ممكن احاول ان انا احط. مكنة. بتاخد الهوى واتقلبه جوه الاوضة. فبتزود معدل. ويبقى الفريش اير والاجزوست اللي عندي. موجودين. بيحافزولي على شوية هوا للراجل اللي موجود في. في الاسبيس. لكن انا قلبت الهوى اللي في الاوضة ده. على طريق. هيبا فلتر. بحطه جوه الاسبيس. وهنشوفه في الفلتريشن. هو ده اللي بيقلبلي. الهوى في الاوضة. بيغير. بيحاول بسرعة. يشيل الكنتامينيشن. او الانفكشن. من المكان. الحاجة التانية ان انا بحط في ال , ازاي اوجه الهوى جوه الاسبيس. منفعش اوجه الهوى كده حط جريلات عادية. خاصة ان انا معدل بتاعي في القوت دي بيبقى عالي. فمنفعش ان انا اوجه الهوى كده في دوفيوزر عادي. عشان انا محتاج كميات كتيرة فانا بحاول اوجه الهوى بشرط ان ما يحصل ليش كنتامنيشن في الاسبايس ازاي؟ عن طريق اللي هو اللي هي اللامينار فلو ديفيوزرز فبرمي الهوى منها بفلوسطيعية في يوني دايريكشن يعني الهوى داخل داخل من مكان وخارج من مكان اخر وده يتطلب الى حد كبير تغيير في الكونسبس بتاعتنا بتاعت التكييف او برضو في متابعة الغرفة نفسها بيحصل فيها ايه؟ منفعش اجا حط سيلنج ديفيوزر حتى لو هو اللامينار منفعش احطه فوقه على المريض لان لو انا برمي هوى والمريض مطلع بوليوشن فلو بيحصل فيها عندي زي فيكتور تاني في الاتجاه التاني دا كده بينزل الهوى دا عالمكان اللي بيشتغل فيه مين؟ الهوسبتال ووركرز فانا بعمل لهم انفكشن برضو في المسارات بتاعته فبقى افضل حاجة ان انا برمي هوى الهوى دا بيبقى ماشى في الديريكشن دا وباسحابه من الناحية التانية من الغرفة هو دا انسب وضعه لانا اعمل الارباترن بتاعي يكون مزبوط الحاجة التانية برضو الباترن بتاعي قديني باترن معين دخلت الهوى على المكان على الشخص نفسه وعملت دايريكشن الجاي هنا من المكان اللي فيه الوركرز الهوسبتال ووركرز وبعد كده دخلته على الرجل دا اخد الانفكشن بتاعه وبعد كده خركت الايه؟ الاكزوست بتاعه افضل حاجة انك تسابلاي من وان سايت من بعيد عن البيشنت وبعد كده توجهه على البيشنت وبعد كده تخرجه برا الحاجة التانية انك بتحاولش يتخلي فيه استجننت اير في المكان يعني الديستريبيوشن بتاعك يبقى ماشى سليم حاجة تانية من الحاجات اللي هي مهمة ان انا ممكن اخلي السابلاي اير من فوق والاكزوست من تحت فبالتالي زي غرف العمليات كده فانا بحول كل الفكتور بتاع الكنتاميناشن الى مكان واحد وراء المريض اللي موجود ده وانا فبالتالي انا اا الحمل اللي كان طالع الحمل الحراري ده كله ده نزل مع الكنتاميناتد اير وراح في اتجاه واحد يبقى الاير فلو دايريكشن من الليس كنتاميناتد تومور كنتاميناتد وحاول حافظ على نيجاتيف بريشر بتاع هذا المكان طيب في حاجة تانية اسمها البرسونالايز فينتيليشن يعني ايه برسونالايز فينتيليشن زي مثلا مكاتب مكتب مكتب ده انا بجيب له اوت الدكت والدكت ده على الورك سبيس بتاعه وبطلع له فينتيليشن عنده هو فده بقى برسونالايز فينتيليشن يبقى انا بعمل ايه بوجه الفريش اير بتاعي عند هذا الشخص مش بعمل هوا بدخوا مع مع سيركوليشن وبرجعوا تاني للسبيس بقى كنتاميناتد لكن انا بجيب هوا تريتد بطريقة معينة سواءً بالالترافايلوت او بقابد له بطريقة معينة يبقى انا بؤسل للشخص ده هوة نظيف جدا ليه؟ ليه؟ لان الاميونيتي بتاعته ممكن تبقى ضعيفة. طيب ده شخص ده فباكتب ولكن بحاول حافظ دايما عن الهوى بتاعي موجه للشخص ده. طيب ايه كمان في المستشفيات ادي مكان مكاتب مكتب والمكتب ده كل وركستيشن الارهن يونت دي بتبقى عن طريق زي بلوورز وفيها تكييف وفيها كولينج والكلام ده كله وبايبس او داكس بتمشي وبتبقى موجهة على الاشخاص نفسهم. مريض دي مستشفى المريض نفسه انا عمله بيرسونالايز فينتيليشن فانا اعطيله هوا نظيف جدا بيبقى جنبه كده بحاجة كده زي الاوتلت كده مخرم كده شوية عشان يطلع له فلوستي برضو بتاعته تبقى فلوستي قليلة بس اعطيله هوا في اكسوجين في ديس انفكشن اعطيله في المكان بتاعه وده الديستريبيوشن بتاعه عند كل مريض بس طبعا انا بعمل الكلام ده ما ما تعارضش مع فكرة ان انا هسحب كل الكنتامينيشن ده بالنسبه لتكيف الاوضه يبقى انا هرمي الهوا برضو من هنا وهسحبه كله من المناطق دي بشرط ان ما مطلع ليش هوا ما يبقاش الهوا البرسونالايز فينتيليشن ده هياثر لي على على ايه على اللي هيطلع لي دروبلس دي بره بره السريد بتاع هذا الشخص الحاجة التانية سورس كابتشور فينتيليشن سورس كابتشور فينتيليشن ده اللي اشتغل في معامل قبل كده اكيد كان عارف النظام ده اللي هو بيبقى جانب بكل البنش بتاع معامل بيبقى فيه سورس كابتشور فينتيليشن ده سورس كابتشور فينتيليشن في احدى المستشفيات وزي ما انت شايفين سورس كابتشور فينتيليشن وده سورس كابتشور فينتيليشن لسبيس بحنا بيبقى فيه بعض الامراض بيحتاجوا ان واحد يجيبوه مثلا يخلوه كح كح فين بيدخلوه في مكان زي كده وبيعبلولو برضو ده سورس كابتشور ده بياخد الكحة بياخدها على طول على على الاجزوست نفس الكلام ده السيستم ده حطوا فوق المريض او جنب الراس المريض بس بشرط ان الفلسطي فوق المنطقة اللي بيشتغل فيها العيان دي ما تقلش عن 200 feet per minute ولازم بتعمل عليها وعشان كده ده عاملينه زي نعمل الفليكسبل عاملينه فليكسبل ليه عشان يقدر يحركوه شوية كده او يجيبوه كده شوية فده اسمه سورس كابتشور ان انا بنقل باخد الانفكشن بطلح على طول على بره على طول كل دي حاجات عشان كونسبت عشان نحاول ان احنا ايه تومنتين الانفكشن التومنتين ان هي مش موجودة يعني الانفكشن يبقى الكونسبت بتاعي بقى كمان الروم بريشوريزيزيشن ديفرينشيل يعني روم بريشوريزيزيشن ديفرينشيل هو عبارة عن كاسكيد ما بين السابلاي لغاية ما اخرج بره ان انا بامشي من الكلينست للكلين للجنرال للديرتي لأوت زي مثلا قطين مهمين جدا في الستادي بتاعت الكلام ده طبعا مش ااخد المستشفى ككل انا باخد الموضوع بتاع اللي تخص الكورونا بالزبط اللي هي مش هتكلم طبعا على الحاجات التانية دي ممكن نعمل لها محاضرة بعد كده لكن انا بتكلم على الايزوليشن بتاعت الاشخاص اللي هي مريضة دي في قطين دايما في المستشفيات قضة منهم اللي بسموها ايربورن انفكشن ايزوليشن روم يعني ايه ايربورن انفكشن ايزوليشن روم دي غرفة فيها شخص مريض خايف ان يعدي اللي حواليه فدي لازم القوضة دي تبقى تحت النيجاتف بريشر وفي قوضة تانية اسمها PE اللي هي عبارة عن بروتكتيف انفيرومنت يعني ايه بروتكتيف انفيرومنت يعني الشخص اللي موجود في القوضة دي انا خايف عليه من ان يحصلوا انفكشن من برا القوضة القطين دول لازم تخلي بالنا في المستشفيات حتى وانا بنشوفهم هل المستشفى دي الغرفة دي هي غرفة AII ولا هي غرفة PE لازم افرق بالتين ولا المستشفى دي عايزة تعمل الغرفة بتاعتها في وقت الازمات ال PE تحولها ال AII كل دي concept لازم اخلي بالي منها طيب ال positive دي غرفة عبارة عن positive positive room او PE room تمام او او دي AII بس الشخص اللي جوه immune compromised يعني immune compromised يعني المناعة بتاعته ضاعة او صحيح رجل بتاع مشاكل لكن ايه هنتكلم على الكلام ده في مرحلة اخرى لكن انا اللي انا عايز اقوله ان الغرفة دي انا بحاول ان انا اخلي ال anti room دي positive بالنسبة لهنا وبالنسبة لهنا فبالتالي الهوى ده بيدخل على الشخص على المنطقة دي فانا دي الاوضة دي انا محافظ على ان ال infection بتاعها جواها ما خرجش طيب الاوضة دي طبعا فيها بعض المشاكل في distribution بتاعها ان المفروض ان supply بتاعي يبقى هنا وال exhaust ده يبقى هنا عشان اخلي كل ال contamination رايحة في الاتجاه ده فبالتالي لما باجي بافتح باب الاوضة ما بطلعش ال contamination من هنا الى هنا لكن لا انا خرجت كل ده في الاتجاه بتاع اخر الغرفة مهم جدا في المستشفيات ازاي احافظ على ال pressurization للأسف معظم المستشفيات اللي بتتصمم عندنا معظمها بيعتمد على ال balance manual balance يصبط شواط الهواء وبعد كده يسلم المشروع ويفتكر كده ان هو عمل اللي عليه مشكلة دي كبيرة جدا في عديد من المستشفيات يمكن اه لكن هنا لو نبص على الكلام ده هنلاقي ان انا دايما سبلاي اير عليه فالف وايجزوست اير عليه فالف. الكونسف ده يمكن احنا استخدمناه في احدى المستشفيات او مستشفيتين مؤخرا في مصر وفيه كمان فالف تاني موجود فيه منطقة الطايلت اريا. طيب ايه هو الكونسف ده ايه? فيه عندي مكان ده بيتحقق بيزبط لي درجة حرارة الاسبيس. يعني عايز حافز على درجة حرارة الاسبيس عن درجة محينة. يبقى كمية السبلاي اير انا بتحكم فيها بدا. طب مرة لو تحكمت بالسبلاي اير هيحصل عندي ايه? هيحصل عندي البالانس اختلف. البالانس بتاعي اختلف. وبيتحطى على الاكزوست او الريتير كمان فالف. الفالف ده عليه دفرينشيال بريشور بينه وبين الاسبيس. فلو ده قل يروح ده كمان ايه? يقل. عشان يحافز على دايما دلتا بي ما بين المكان ده والمكان ده. الحاجات اللي محتاجة كونستانت اير. يبقى ممكن احط لها كونستانت اير. او احط عليها كنترول د اير. زي بقى حسب ما انا عايز. بس يبقى فيه كنترول ما بين البرشور ما بين الغرفة. او ما بين الانتيروم كمان وما بين الكوريدور اه الخارجي. البعض متخيل انه يحط الفالف ده. فاريابل اير فوليوم بوكس. الكلام ده مش صحيح. شفت كلام بالمنظر ده برضو كتير. يحط فاريابل اير فوليوم بوكس. الفاريابل اير فوليوم بوكس ده عشان يشتغل مع فتح الباب وقفله. موضوع بالتأكيد مش سريع. هياخد وقت. على ما الاكتويتور يشتغل بتاع البوكس. يكون البرشور والكونتامانيشن خرجت برا الاقوضة. ده ده بيبقى فالف فيري سينسيتف لسكنز. يعني فيه نوعين منه كمان. فيه منهم واحد سوان سكند وفيه منه تلاتة سكند. الفارق ما بينهم في السعر بيبقى كبير. فالوان سكند هو ده الفالف اللي انت بحتاج تحطه في غرف زي كده. انه بمجرد فتح الباب. بمجرد ما حصل البرشور. هو على طول بيبقى زي زي السوستا كده في البوكس نفسه. وكون كده موجودة فبتثبت لك البرشور على طول كأنه شغال مع الباب.